السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديوهات السابقة اتكلمنا عن قانون متوازل أضلع والترايغونومتري اللي هو يمثل القوانين المثلثية انه كيف نحول قانون متوازل أضلع الى مثلث وكيف نستفاد منه في تحليل القوى الخاصة بمادة للإستاتيك طيب حاليا هناخذ أمثلة نوضح بها عملية الحل وكيف رح نستخدم قانون متوازل أضلع هذا القانون عالة نستخدم بصورة عامة لعندما تكون هناك قوى مائلة قوى مائلة فبالتالي احنا هنكمل متوازل أضلع وبعدا نحوله الى مثلث حتى يسهل علينا من من المجاهيل ومن المعالم فعندي المثال الأول من كتاب هبلر المثال 2-1 يقول هندي مننا قوى ومننا قوى فمية بالمية هنانا هتكون هي القوى المحصلة مية بالمية هتكون هنانا هي القوى المحصلة القوى الأولى مقدارها أفوان اللي هي مية والقوى الثانية اللي هي مية وخمسين نيوتن أجي أخذ السؤال وأحلله إلى متوازل أضلع إلى متوازل أضلع طيب هنا أنا ما عدي أنظمة القوى هنا ما محدد لي يقولي باستخدام كأننا ما باستخدام قانون متوازل أضلع إن شاء الله بالمحاضرات القادمة هنتكلم عن أنظمة القوى وشون نحللها إلى X X's و Y X's إلى قوة إلى 2 components إلى مركبات وثقية وعمودية لا أهنانا هنستخدم القانون متوازل أضلع عندي هاي القوة تين هاي القوة مية نيوتن وهاي القوة مية وخمسين نيوتن وبالتالي أجي أشوف الزوايا عندي هاي الزاوية 15 وهاي الزاوية 10 هاي الزاوية 15 وهاي الزاوية 10 عادة إذا عندي هاي 15 وهاي 10 فإش قد يبقى مني 90 درجة من هنا 90 درجة 90 ناقص 10 ناقص 15 فتبقى لي 65 درجة إذن بمتوازل أضلع هاي لازم تساوي هاي فهاي تقابلها هاي ومعنى أيضا هاي 65 درجة طيبان إذا أردت طلع هاي الزاوية عندي زاوية متقابلات ومتساويات ويكون كل وحدة قيمتها لي النصف فإذن مجموع زوايا متوازل أضلع هي 360 درجة ف360 ناقصا 2 في 65 2 في 65 ناقصا هذن الزاوية أقسمها على 2 حتى تقلع الزاوية الوحدة فيطلع لي 115 درجة فالساني شنو اللي استفاديت منه رح أجي أحول هذا متوازل أضلع على مثلث حتى يكون أسهل إلي فأخذ هذا المثلث الأسفل أو المثلث الأعلى أحنا شنريد نستخرج أحنا نريد نستخرج قيمة الأفعار اللي هي resultant force وريد نستخرج الdirection فالdirection أحنا سبق وانا تكلمنا عليه بالفيديو السابق الdirection هو يمثل زاوية الميل عن الـ x-axis أو عن الـ y-axis عادة إذا لم يذكر شيء فأنت أخذ زاوية الميل عن الـ x-axis مرات يقول أريد الـ direction بالنسبة لهذا المتجه فإذن فقط رح نطلع هاي الزاوية الثيتا أما هو جديد يريد هسه يريد الـ direction فإحنا شنرح نسوي رح نحدد هاي الفاي كلها فالفاي هي الثيتا زائدا الـ 15 طيب شنرح نسوي هسه أنا عندي هاي الزاوية 115 وعندي هاي المحصلة فرح أستخدم قانون الكوساين اللي تكلمنا عليه سابقا إن القانون الكوساين إذا أريد يطلع القوة هي المركبة الأولى تربية زائدا المركبة الثانية تربية اللي أنا عندي قيمهن ناقصا اثنيا في المركبة الأولى في المركبة الثانية في كوساين الزاوية المقابلة المحصلة شنو هي الزاوية المقابلة المحصلة هي الزاوية 115 هي الزاوية المقابلة للمحصلة فبالتالي حوجة القانون هيطلع للناتج 213 نيوتن هي قيمة القوة المحصلة طيب أنا إذا أريد إذا أريد أكمل الحل فأنا أريد الزاوية شو أنا طلحها الزاوية ثيتا فطلحها الزاوية ثيتا باستخدام مثلا قانون السين أقدر أستخدم قانون الكو سين لكن قانون السين يكون أسهل فشي يقول قانون السين أنه كل قوة على سين الزاوية المقابلة إليها تساوي القوة الثانية على سين الزاوية تساوي القوة الثارثة فهنا هنحن ستعيني بيش بالقوة المحصلة فعندي الأفار على سين الثانية تساوي 150 على سين الثيتا على سين الثيتا فبالتالي رح أطلع سين الثيتا طرفين وسطين هتطلع لي سين الثيتا تساوي هذه قيمتها طيب شو أنا طلع قيمتها 150 أقسمها على 212.6 وأضربها بسين 115 حيطلع لي سين الثيتا إلى قيمة معينة طيب شون أنا أحول سين الثيتا إلى قيمة حقيقية أو إلى زاوية عادة نحن نعرف ما يسمى عدنا بالحاسبة نستخدم السين انفرس الدوال المعكوسة اللي هي معكوسة الدوال المثلثية فنقولها سين انفرس للثيتا تساوي أن القيمة اللي تطلع مننا حيرجع ليها إلى زاوية فيأخذ العدد والانفرس ويرجع ليها إلى زاوية فالزاوية ستطلع تسعة وثلاثين بوينت ثمانية درجة طيب أنا أريد أن أطلع الديركشين فالديركشين هو الثيتا زايدا إلى 15 فيطلع الاتجاه معالتها بالنسبة للأكس أكسز وهو أربعة وخمسين بوينت ثمانية درجة لو رحنا على مثال آخر اللي هو مثال اثنين اثنين من كتاب هبلر وهذا الشي يقول 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 هاي القوتيين حلل لي هاي القوة المحصلة اللي هي الستميت باون إلى قوتيين واحدة باتجاه اليو وابع واحدة باتجاه الفي فإذا عندي واحدة مننا وعندي واحدة مننا فهاش حتشكل لي حتشكل لي شكل متوازي أضلع شكل متوازي أضلع طيب أنا عندي هاي الزاويه 30 وهاي الزاويه 30 بس اجي هاي الزاويه 30 تمام بالتبادل ويا هاي صار عندي هاي الزاويه 30 تمام خلاصت منه بس يبقى لي عندي هاي الزاوية 30 وعندي هاي الزاوية 30 إذن هاي تقدر الزاوية اللي تطلع أوتوماتيكيا رح تطلع 120 ليش لمجموعة زوايا المثلث هي 180 ف180 ناقص 30 ناقص 30 تطلع هاي الزاوية 120 بس هاي يريد من عندي مقدار الFU والFV اللي هي القوة باتجاه الU والقوة باتجاه V رح أخذ هذا المثلث ليش لتبسيط الحل بدل ما نبقى متوازي أطلع رح ناخذ مثلث trigonometry functions هستخدم قوانين المثلث وبالتالي أنا حاجة أستخدم مباشرة عندي هاي الزاوية معلومة أخذ الFV على ساين الزاوية معلومة رح أطلع مقدار الFV وكذلك بالنسبة للFU حاجة أخذ هاي المحصلة أيضا حطلع قيمة الFU وبالتالي حيصن عندي الحال مباشر عن كم من الأمثلة المتبقية في فيديو لاحق تحياتي 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 شكرا